دكتور داود يوسف أخصائي أمراض الأطفال والأمراض الماضية رح يحكي لنا عن موضوع مهم جدا وهو المطدات الحيوية وكيفية استخدامها وسوء استخدامها أحيانا بالنسبة للأهل وخصوصا عند الأطفال سبع الخير دكتور أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك شرفنا أهلا وسهلا فيك دكتور يعني إحنا متعارف حتى مش بس عند الصغار عند الكبار أول ما حلقي شوي يوجعني أو حلق ابني يوجعه دغري بروح حالة صيدلية بشي أنت بايتك مع العلم بأنه بأوروبا بكتير من البلاد الأجنبية ممنوع أصلا بدون وصفة طبية فأحكي لنا أكتر عن موضوع سوء الاستخدام هذا اللي إحنا للأسف عم نشوفه كظاهرة موجودة عنا بالبلد أكيد وقبل ما نحكي عن سوء أو مظاهر سوء استخدام المضادات الحيوي خلينا نعرف بس المضادة الحيوي وهو دواء يستخدم في العادي بيجي على شكل شراب أو كابسولات يستخدم لعلاج الأمراض البكتيرية البكتيرية ونحط سطر تحت الأمراض البكتيرية يعني بتختلف عن الفيروسات البكتيريا نوع من أنواع الجراثيم تسبب بعض الأمراض للإنسان ولكن معظم الأمراض اللي بيسببها اللي بتتسبب للإنسان هي عن طريق الفيروسات والتي لا تحتاج إلى مضادات حيوي الآن ما هي مظاهر سوء استخدام المضادات الحيوية أهم مظهر مظاهر سوء الاستخدام هو استخدامها في غير مكانها مثل ما حكينا معظم الأمراض زي الرشح والإنفلونزا والالتهابات المعوية بتسببها فيروسات لا تحتاج إلى مضادات حيوي بدها علاج أعراض يعني إذا في خافض حرارة إذا في راحة في البيت مرات مشروبات ساخنة أو دافئة ممكن تتفي بالغرض وبس بدها فترة اللي نعطيها إياه للفيروس أنه يوخذ فترته ويطلع من الجسم ويطلع من الجسم الجسم يتكفل فيه ولا يجب أن يعطى مضاد حيوي في هذه الحالة أبدا وكبان مظاهر سوء الاستخدام أنه استخدامها بغير وصفة طبية يعني إحنا في ظاهرة شائعة عندنا في المجتمع أنه ممكن الصيدلان يوصف ممكن الواحد يوخذ ابنه على صيدلان يفحصه مع أنه مش من مهام الصيدلان يفحص الطفل وكبان ممكن الجارة توصف ممكن الإنسان نفسه إذا وصف الوصف الطبية في القديم بيكررها ممكن يكررها إذا صارت نفس الأعراض في ناس حفظين أنواع معين يعني أقولك خذ هذا النوع هذا أنا جربته ممتاز فعلا للأسف وكمان بيختاروا النوع الأغلى وبيختاروا النوع اللي له أسماء يعني هيك فانسي أسماء يعني رناني وكمان من مظاهر الاستخدام سوء الاستخدام أنه نشارك الأطفال كلهم نفس المضاد الحيوي يعني يجبنا مضاد حيوي لها طفل صارت عندي الطفلة الثانية أعراض بجزء تكون مشابهة بجزء لا منعطيه من نفس المضاد أو منعطيه للجارة شوية مضاد أو مثلا من خل المضاد الاستخدام بعد فترة ممكن يكون خلص فيها أو لم يعد يعني ينفع للاستخدام مرة ثانية جميل جدا دكتور الأطفال بأي عمر يعني ممكن أن يأخذ مضاد حيوي يعني في عمار صغيرة أنا بعرفه يعني ممنوع أن يأخذ مضاد حيوي بأي عمار وأي حالات يعني بضطر الطبيب أن يوصف مضاد حيوي يعني هي نقطة مهمة جدا إحنا حكينا استخدام المضاد الحيوي في مكانها للأمراض البكتيرية ممكن يكون على أي عمر ويفضل أن لا يعطى الطفل الخداج اللي هو أقل من شهر اللي الرضع اللي عمره بأقل من شهر أن لا يعطى أبدا مضاد حيوي بالفم يجب أن يقيموا من قبل طبيب مختص وأن لا يعطى مضاد حيوي وخاصة بدون وصف الطبيب وبدون مشهورة الطبيب ولكن في أي عمر ممكن الطفل يأخذ مضاد حيوي إذا كان في داعي وفي ضرورة لهذا المضاد يعني من أي عمر ممكن حتى من عمر الولادة أو إلى آخر ولكن بحذر من عمر الأقل من شهر لأنه في أمراض كثيرة بتدخل وأمراض خطيرة في هذا العمر لازم تكون في الحسبة دكتور الطلاب عندك عملوا فوكس بوب أو نزلوا على الشارع وسألوا الناس عن موضوع استخدام المضادات الحيوية أو حتى إذا نحكي سوء استخدام المضادات الحيوية شوفوا مع بعض نرجع على استوديو نكمل حوارنا أهلا سهلا ما هو المضاد الحيوي؟ المضاد الحيوي هو مضاد بيعطوه مثلا واحد عمل عملية وإيشي مشان وقاية للجروح أو أي شي بيعطوه مضاد حيوي طبعا عندي فكرة موجودة المضاد الحيوي هو يستعمل في كثير من الأمراض خاصية إذا كانت فيه الالتهابات في الجسم الالتهابات مضادات الحيوية والله ما معرف عنها شي يمكن البكتيريا والله أعتقد هو يعارج الفيروسات جزء للفيروس لا ضد الفيروسات طيب برأيك الرشح والإنفلونزا بيحتاج لمضاد حيوي؟ أه بحتاج بس لو أنها تمشي الرشحة بيقول لك أحسن منذ مضاد حيوي آه طبعا الرشحة ما أظن شوما يمكن الفيروسة لأن جزء الفيروسة والرشحة بتختلف شوي عن بعض متى آخر مرة أخذت مضاد حيوي؟ مبارح مبارح أخذت يعني قبل حوالي شهر تقريبا صلي حوالي من 15 ثنين قبل أسبوع المضاد الحيوي بتاختيه لحالك ولا بوصفة طبيب؟ بوصفة طبيب عمري ما أخذت لحالي بوصفة طبيب أكيد لا الدكتور طبيب طبعا ديناء على وصفة طبية طب تعرف شو هي البكتيريا المقاومة للمضاد الحيوي؟ لا ضمن ما عندك فكرة لا بكتير لا 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 فكرة لا 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 والله ما نعم يعني دكتور شفنا إجابات متفاوطة جدا ومتضاربة من العين اللي كانت موجودة في هذا التقرير تحكينا عن الحملة نفسها حملة لا تساوم البكتيريا تقاوم طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا جميل الاسم نفسه جميل إيش هي الحملة وإيش كان فيها نشطات؟ أكيد هذه الحملة قام فيها صراحة نخبة من ألمع طلاب الطب عندنا في جامعة العلوم والتكنولوجيا تحت إشرافي وكان عنوانها صراحة يعني مختار بعناية ودقة لا تساوم يعني لا تساوم على صحتك ولا على صحت قريبك ولا على صحت طفلك لأنه في استخدام في الاستخدام الخاطئ المضاد الحيوي لأنه البكتيريا عمالها بتقاوم أكثر يعني مفهوم مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية مفهوم ساخن على الساحة الإقليمية والساحة العالمية وبجوز من جديد اسمعنا عن من قبل شهرين اسمعنا عن نوع من أنواع البكتيريا في الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت لأول مرة النوع معروف الذي هو الإيكولاي بسبب التهابات المسالك البولية ولكن كانت مقاومة لكل المضادات الحيوية الموجودة على وجه الأرض يعني ما في عنا ما في عنا أي سلاح ضد هذه البكتيريا فالطلاب حبوا يقوموا بتوعي للمجتمع شفنا في إجابات طبعا هي يعني خاطئة أو مغلوطة عند المجتمع فحبوا يعملوا في المولات وفي الحدائق وإن شاء الله رح يوجهوا كمان رسالة للكادر الطبي عن طريق مؤتمر رح يصير في نهاية شهر سبع البكتيريا كيف بتصير تقاومة من مضادة الحيوية دكتور وشو هي البكتيريا فعلا أنه السؤال كان يعني بحاجة إلى إجابة البكتيريا اللي بتقاوم المضادة الحيوية إش هي؟ أكيد هو تعرض أي بكتيريا ممكن تصير مقاومة للمضادات الحيوية إذا تعرضت بشكل كبير لمضادات حيوية بكثرة وبغير ضرورة لأنه وطبعا بشكل خاطئ أول إشي كثرة المضادات الحيوية بتأدي إلى خروج أنواع من أنواع البكتيريا اللي بتحاول تجد مخرج ومنفذ وأسلحة جديدة لتهاجم جسم الإنسان وتتجنب المضادات الحيوية أو تقاوم المضادات الحيوية طبعا وكمان حكينا عن استخدام مخالفة وصفة الطبيب اللي بيحكي الطبيب مثلا في الكورس 7 أيام و10 أيام بيشوف المريض حاله تحسن بعد يوم أو يومين دهر بيقطع الأنتبيوتك فبيصير البكتيريا ما ماتت كلها بيظل في البكتيريا المقاومة والقوية فبتنموا أكثر وبصير في عنا بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية يعني هذا الدكتور بيفتح الحديث أيضا مش فقط عن سوء الاستخدام ولكن أيضا سوء التخزين يعني إحنا مش بس إحنا زي ما حكيت إنت منشجي الأنتبيوتك ممكن ناخده نقطعه بنصه منرجع مرة ثانية منرجع منكمله أيضا فيه سوء للتخزين في منهم بياخدوا ما بيعرفوا أنه هذا لازم ينحط بالتلاجر في منهم بياخدوا مثلا بيحلوا بيتركوا بفكروا أنه موجود يعني حكينا أكثر عن هاي الأمور اللي أيضا لما بيشتروا لأنتبيوتك إيش الناس لازم تعملوا وخاصة لأنتبيوتك للأطفال اللي هو بيكون على الأغلب شراب يعني أكيد يعني هو وخاصة لأطفال زي ما تفضلتي لازم يكون دور علينا كل ايتنا أولا الأهل يسألوا الطبيب أو يسألوا الصيدلاني وهي مهمية الصيدلاني صراحة في الدرجة الأولى لإعطاء الأهل تعليمات كيفية تخزين كيفية تحلل الدواء كيفية متى بيبطل الدواء يعني إليه مفعول أو لازم أنه ما يستخدمون كمان مرة فكل هاي الأشياء ممكن طبعا كله مكتوب على الليبل ومكتوب على بروشور تبع الدواء بس الصيدلاني في الغالب بيعرف كل هاي المعلومات ويجب على الصيدلاني أنه يقدمها أو الطبيب في بعض الأحيان أنه يقدمها لأهل جميل دكتور الفرق بين المضاد الحيوي ومضاد الالتهاب يعني كالمرات منخلط نحن بيناتهم خصوصا لما العراض تكون متشابهة علينا نحن مش عارفين إيش هو المرض هو رشح هو موصل لمرحلة الإنفلوانزا هو أكتر من هيك أقل من هيك فبكتير بيكون في خلط فإيش هو الفرق وكيف ممكن أن نحن نحس بالفرق أكيد لازم نفرق بين خافضات الحرارة وبين المضاد الحيوي ولازم نسأل دائما طبيبنا ولازم ننشر هذا الواعي عند المجتمع لنا أنه اسألوا أنت شو بتاخد بتاخد خافض للحرارة أو بتاخد مضاد حيوي ولازم ما نخلط بينهم يعني عندنا اللي منسميه إحنا الريفنين أو البرستامول والبروفين معروفين هذول خافضات حرارة ما بيأثروا على البكتيريا نستخدمهم في العادي لإنزال الحرارة في سواء الأمراض الفيروسية أو الأمراض البكتيرية لكن المضاد الحيوي يستخدم فقط عند وجود مرض بكتيري والطبيب قادر على أن يفرق بين الفيروس بين المرض في معظم الأحيان بين المرض اللي بسببه الفيروس والمرض اللي بسببه البكتيريا ولا يجب أبدا أو يجب على الطبيب أن لا يستخدم المضاد الحيوي في الأمراض اللي بتسببها الفيروسات يعني ما يصير يكون فيه خلط بينهم طب دكتور للأسف من الشائع أيضا يعني إحنا هاي الأشياء الشائعة اللي هي جارتي حكات فلانة يعني بتعرف هاي الأشياء منتشرة للأسف عندنا بمجتمعنا بقوله إذا كان فيه مثلا ابني عنده التهاب بحلقه أو كم هي شخصته يعني وطلع في التهاب وأنا عطيته فيه حرارة لما أعطيه خوافض الحرارة أنا هيك بنيم الفيروس أو البكتيريا عشان هيك أنا لازم دغري أعطيه أنتبايتك عشان أقتل الفيروس ولكن خوافض الحرارة والأشياء السخنة اللي يمكن أنت حكيت لنا عنها هاي ممكن تنيم الفيروس ويرجع زين بقوله ينزل على المعدة المرات بنزل على إجرية يعني تعرف هاي الأشياء الشائعة حكينا أثر عنه الموضوع التكنيك بنزل على معدتك لا إحنا يعني الحرارة ليست سبب لإعطاء مضاد حيوي في معظم الأوقات يكون سبب الحرارة هو الفيروس وأنا بحب يعني لازم إحنا ننشر التوعية بين المجتمع أنه الفيروس لا يتأثر أبدا بالمضاد الحيوي يعني أنت عم تعطي شغلة زي كأنك تعطي مي مثلا أو لا هو أسوأ طبعا لأنه بيؤدي إلى عراض جانبية حكينا عنها مقاومة المضادات الحيوية وأيضا عراض جانبية المريض في غنى عنها يعني ممكن يسبب له مشاكل في الجهاز الهضمي ممكن يسبب له وكل ممكن يسبب أحيانا تحسس خطير قد يؤدي إلى الموت والمريض في غنى عنها إحنا ما بنحكي عن إشي ممكن يكون مثل المي مثلا أو المشروبات الساخنة يكون ما بضر ولا بنفع مرات بيحكي لك أنه إذا ما نفع ما بضر لا هو بضر للفيروس ممكن إذا بتعطيه لأنه الفيروس لا يتأثر المضادة الحيوية جميل جدا دكتور الأطفال اللي نحن نعطيهم مضادات حيوية بشكل مستمر نفس نوع المضادة الحيوية وبعد فترة من الأهل نفس الاشي بيقرنوا هذا المضادة الحيوية بطلن فلازم أن أقول على إشي أقوى أو إشي أغير أشي أحسن شو رأي في هذه النقطة والله هي نقطة يعني هي مغلوطة جدا وخاطئة لأنه طبعا ممكن تكون من كثرة ما أخذ الطفل المضادة الحيوية بتكون عنده بعض البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية ولكن إحنا في معظم الأوقات ومعظم وصفنا للمضادات الحيوية هو للأسف وصفه للرشح والأمراض الفيروسية والطباء والكادر الطبي بيساهم في هذه المشكلة أنه بخاف الأهل يزعلوا بخاف أنه فيه توقعات عند الأهل أنه الدكتور لازم يوصف للمضادات الحيوية نعم ولازم عفوا بجوز لازم يكون بسرعة كثير منسمع أنه عطيني مضادات حيوية سريع سريع وقوي عطيني أقوى مضادات حيوية عندك ومش مهم السعر ومش مهم على الأغلب لازم يكون أجنبي وسعره أغلى مشان أنا يساعدني بسرعة بحس المريض ارتياح بعد ساعة أو ساعتين والله هذا الدكتور شاطر أعطاني يعني دواء كتير فعلا وإحنا كمان زي ما حكيت أنه منساهم في الموضوع أنه منختار الأدوية الأغلى منختار الأدوية الأقوى والذي يكون ثلاثة أيام عشان ما نخربط بالموعيد يعني ما أخذ إشيء سريع أكيد وكله طبعا إشيء طبعا إذا استخدم في مكانه فهذا صح ولكن معظم الأوقات إحنا نستخدمه في غير مكانه والأهل يعني أنا من خبرتي في عيادتي ومن خبرتي مع مرضاي الأهل معظم الأوقات كل اللي بحتاجوا أنه بس تطمنهم وتحكي لهم عن ابنك أنه إن شاء الله راح يطيب لحق يعني بده بس علاج الأعراض وهذا التهاب فيروسي يعني هل ما نسميها الكانسولينج بس تطمين الأهل كل اللي بحتاجوا هو التطمين والأهل مش دائما زي ما إحنا يعني منعرف أنه أو منتوقع أنه بدهم مضاد حيوي لازم دائما أنه نطمنهم ونشرح لهم ونصرف شوية وقت معهم صحيح مية بالمية طيب دكتور يعني بما أنه أنت عم تعملوا هاي الحملة حملة لا تساوم البكتيريا تقاوم يعني إيش دور الإعلام إحنا بنعرف بعصر السوشال ميديا وفي هلأ بواقع التواصل الاجتماعي صارت منتشرة وأغلب الناس الكبار والصغار صار في عندهم إذا مش فيسبوك إنستجرام مش إنستجرام صار في عندنا هل في عندكم خطط عمل للتوعية من خلال هاي الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عن طريق الإعلام أيضا بشكل عام إحنا من خلال هاي الحملة طبعا الطلاب وإحنا سعينا في أنه يكون في دور الإعلام سواء الفيسبوك عن طريق الصور الإنستجرام عرضنا في وقت الحملة إحنا يعني عرضناها على إذاعة أمن أف أم والحمد لله عم نعرضها من خلال قناتكم اللي إلها متابعيين ومشاهدين كثر مش بس على مستوى الأردن ولكن على مستوى الوطن العربي وأنا مبسوط جدا لأنه الإعلام إلو الدور الأكبر في نشر هاي التوية عند الناس لازم الناس توصلها فكرة إنه المضاد الحيوي مش حل لكل إشي والمضاد الحيوي قد يكون له يعني أعراض خطيرة جدا يجب إنه كل يتنا ننتبه لها فالإعلام الدور الأكبر إلو في الأوساط الغربية بس خلينا أحكيها الشغلة صراحة الإعلام قائم بدور كبير وأنا بتمنى من قناة رؤي إنه تقوم بدور إن شاء الله أكبر وأنا بشكركم على الاستضافة لأنه في عندهم دعايات بين كل فيلم بين كل مسلسل إنه يجب على تستخدم المضاد الحيوي إلو مخاطر كبيرة فالناس هناك تغيرت فكرتها وتغيرت عند المجتمع عند الكولتشر إنه المضاد الحيوي مش حل لكل إشي ولازم أسأل دكتوري عن جد ابني بده مضاد حيوي ولا بس دكتوري عشان ترضيني أنا حلو مع أنه نحن عنا بالعكس مضاد الحيوي هو السحر أو الأمن أمن إشي بالنسبة لنا حكينا عن العراض الجانبية الممكن إنها تصاحب المريض أو الطفل في حال أخذ مضاد حيوي في غير مكانه دكتور حكينا عنها بشكل عام ممكن تحكينا عنها شوي أكتر إيش ممكن يصيب الشخص إذا أخذ مضاد حيوي بغير مكانه أكيد إحنا حكينا في البداية استخدام الخاطئ المضاد الحيوي يؤدي إلى ظهور اللي نسميه إحنا السوبر بقز يعني المايكروبات الخارقة أو مرات منسميها نايتمير بكتيريا يعني بكتيريا الكوابيس ويعني جد بكتيريا الكوابيس إحنا بنتعامل مع عدو السبب الأول في ظهوره هو الاستخدام الخاطئ المضاد الحيوي وهو عدو فتاك ولا يوجد وقد نصل لمرحلة الحمد لله الآن الحالات حصرية ولكن في نقطة معينة إحنا خايفين تصير حالات البكتيريا المقاومة لكل المضادات الحيوية هي ظاهرة وسعيدها صراحة يعني ما في عندنا أي إشي موجود بالصيدلية لمقاومة هذه البكتيريا فهي أول شغلة على مستوى الفرد والمجتمع الشغلة الثانية حكينا الأعراض الجانبية ممكن تحسس مفرط لمضاد حيوي قد يؤدي إلى الوفاء وقد يؤدي إلى العراض الجانبية خطيرة جدا وغير عن طبعا عن السعر وعن الإشي الغير ضروري اللي نعطيه إحنا لطفلنا وغير عن البكتيريا نفس البكتيريا الحميدة عند الطفل بتموت وبتترك المجال للبكتيريا اللي بتسبب الأمراض إنها تكثر وتصير مقاومة أكثر للمضادات الحيوية نعم جوز غير القلق والتوتر اللي رح يسيب الأهل ويسيب المريض نفسه اللي ممكن أصلا المرض نفسه الموجود عنده يزداد سوء فبهذه المنطقة تحديدا دكتور شو رأيك في الوضع النفسي بالنسبة للمريض والناس اللي حولين المريض بهذا الاستخدام يعني كيف لازم أنه نطمن المريض أكثر أو نطمن أهل المريض بأنه أنت فعلا مش لازم أنك تستخدم مضادات حيوي أكيد وأنا زي ما حكيت من خبرتي في عياتي بشرح للمرضى لأهليهم حتى غير المتعلمين منهم لما تشرح لهم أنه هذا مرض فيروسي بده وقت ما رح يأثر فيه المضاد الحيوي إحنا رح نعالج الأعراض رح أعطيكو مثلا خافض للحرارة للحرارة خليه يشرب مثلا يرتاح في البيت يشرب مشروبات دافئة أحيانا ممكن نعطي دولة الاحتقام بالأنف يعني هي عملية علاج الأعراض وبحكي لهم عن المدة المتوقعة لهذا الفيروس وبس أنه يصبروا وإذا صار فيه أي أعراض ثانية قد تدل على مرض بكتيري بحكي لهم إياها على أساس أنهم يرجعوا مرة ثانية وفي معظم الأحيان إذا لم تكن جميع الأحيان الأهل بتطمنوا وبطلعوا هم مرضين ومبسطين وما بدهم مضاد حيوي صح مع الشرح أكيد لما الأب أو الأم تفهم إيش الموضوع بيكون الحل أسهل طب دكتور نصيحة أخيرة في ختم لقائنا يعني أكيد معلومات مهمة استفدناها من حضرتك وسنحب هيك نصيحة لكل البتاب عدنية دنيا أمهات وأباء وحتى اللي اللي بحبوا يستخدموا المضادات الحيوية أكيد أول شيء أنه استخدام المضاد الحيوي فقط بوصفة طبيب ما بدنا نعتمد لا على الصيدلاني ولا على الجارة ولا على الشخص نفسه لإعطاء وصفة المضاد الحيوي لازم الطبيب يقيم المريض ويعطي وصفة المضاد الحيوي وثاني نصيحة أنه استخدامها بالضبط كما وصفها الطبيب والكورس اللي وصف الطبيب والنصيحة المهمة جدا وهي الوقاية خير من العلاج غسل الأيدي غسل الأيدي هي أبسط وأهم وسيلة لمنع انتشار الأمراض الفيروسية أو البكتيرية بين الشخص المريض والشخص الصحيح فغسل الأيدي في جميع الأوقات هي أهم وسيلة لمنع العدوة يعني بدنا كمان توعية يمكن حملات توعية أيضا أكتر احنا بنعرف أنه صار يوم معالمي لغسل الأيدي وعم بصير فيه كتير توعية من خلاله ولكن أيضا إحنا بحاجة توعية لأطفالنا يمكن خاصة في المدارس يمكن ما بيكون دايما عليهم رقابة وللأسف ممكن ينتقل من طفل لطفل من خلال الأكل ومن خلاله هذا بعمل أمراض كتير احكي لنا أكتر هل لكم كمان دور يعني ممكن تعملوا زي هيك حملات أيضا من خلال طلابك في جامعة العلوم وتكنولوجيا لموضوع غسل الأيدي أيضا وخاصة للأطفال احنا بحكي نوعيهم منهم الغير أكيد وإحنا في عنا مبادرات هي مبادرات للوقاية ولمنع الأمراض وقائم عليها مجموعة من طلاب الجامعة العلوم وتكنولوجيا كمان من نخبة الطلاب لتوعية الأهل والانطلاق للمجتمع يعني احنا ما بدنا نحصر دور الطبيب أو دور الطالب في المستشفى بدنا ننطلق للمجتمع للمولات والحدائق والمدارس في عنا أكثر من حملية صارت في المدارس للتوعية بأهمية غسل الأيدي بأهمية حسن استخدام المضادات الحيوية وهاي اللي احنا بدنا يا من طلابنا دائما يكون لهم دور في التوعية المجتمعية وكيف حلو كيف الأطباء حاليا عم تتغير الكاركتر تبعهم أو شخصيتهم والدور المناط فيهم يعني احنا متعودين للأطباء من زمان أيام المدارس القديمة مع كل الاحترام لكل أطباء أنا يعني في المدارس القديمة معروف أنه طبيب لازم يكون فوق الستين سنة لازم عنده يعني زي منيو انت عراضة كيك هذا الدواء عراضة كيك هذا الدواء هلأ صار فيه تفاعل كتير أكثر مع المجتمع وبما أنه أكيد الطب دائما بيطلع فيه أدوية جديدة ودام بيطلع فيه أبحاث جديدة الطلاب عم بتابعوا وعم بواكبوا وشخصيتهم عم تختلف أكيد طبعا وإحنا كمان يعني همهم كمان مش بس إيصال الفكرة للمجتمع كمان إحنا مثل ما حكيت أنه رح ننظم إن شاء الله مؤتمر ورشاة عمل في المستقبل ووحد أول واحد منهم رح تكون بقى نهاية شهر سبع إن شاء الله في جامعة العلوم لتوعية الكادر الطبي سواء التمريض أو الصيدلي أو الأطباء نفسهم المقيمين والأخصائيين بأهمية حسن استخدام المضادات الحيوية أو استخدام الأمثل لمضادات الحيوية صحيح صحيح جميل أهلا وسهلا دكتور شرفتنا شكرا جزيلا لأكل وكل المعلومات المهمة اللي أعطتنا ياه وإن شاء الله نكون وصلنا الرسائل هاي الإيجابية لأكبر عدد ممكن من مشاهدين دنيا يا دنيا وشكرا جزيلا أهلا وسهلا فيك دكتور شكرا على المتابعة لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شي جديد بدنيا يا دنيا اشتركوا في القناة